موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حديث في هذه الحلقة هل يدعو المسيح إلى العنف وطبعاً كمن يحاول شخص أن يقنع الناس أن الشمس تشرق من المشرق فتخيل معي وهنا أريد أن أقدم الاعتذار لكل أحباء المسيحيين اللي طبعاً يعني لا توجد آية أو لا يتوجد فكرة عنف في تعليف في تعليم المسيح ولكن في الآونة الأخيرة عم بشوف كتير في حرب تقريباً على السوشال ميديا للأسف يحاول البعض أن يلصق العنف طبعاً مستند على آيات خارج عن سياق الحديث وبيعمل هذا الشيء إما عن جهل أو لأغراض دينية ليجمل دينه أو دفاعاً عن عقيدته دفاعاً عن نبيه أو دفاعاً عن إله فالسؤال هل يدعو المسيح إلى العنف؟ والجواب بالطبع لا أكيد لا لا توجد لا من قريب ولا من بعيد أي تعليم عن العنف في العهد الجديد بل بالعكس لكن خلينا أقرأ أيتين اللي دائماً بيستخدموها أنه على أساس العنف مثل الآية الأولى جئت لألقي ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً ها شفت المسيح جاء بالسيف وطبعاً الآية الثانية اللي دائماً بيستخدموها ودائماً بشوفها أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي قبل ما أبتدي بالشرح عن هذه الآيات بالتفصيل خلينا أعطي الفكرة العامة عن موضوع العنف أحبائي موضوع العنف في العهد الجديد هذه ليست طبيعة المسيح ولا تتمشى مع روح المسيح فمكتوب عن المسيح أنه هو رئيس السلام وهو الذي قال طوبى لصانعي السلام وهو الذي قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض وهو الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هيا وحملي خفيف فإذن من خلال هذه الآيات نستطيع أن نستشف أن يسوع ليس بتاع حرب بتاع سلام هو رئيس السلام مكتوب أيضا عنه في بشارة متة في صاحب 12 لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته ثم هو الذي علم يسوع قال سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر بل من نطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا فهل هذه رسالة عنف ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين ثم قال أيضا كن مراضيا لخصمك ثم علم في عزة على الجبل سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم بارك لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا تخيل وصلوا 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 لأجل الذين يسئون إليكم ويطردونكم فهل ترى رسالة عنف من هذه الآيات ثم يقول كتاب في رومي 12 لا تنتقموا لأنفسكم فالمسيح لم يدعو إلى العنف لا بالأقوال ولا بالأفعال فهو الكامل ومثال الكمال طبيعة المسيح أحباء قدوس بار لم يفعل خطية ولم يعرف خطية وقال وتحدى البشر من منكم يبكتني على خطية فهو كامل الأوصاف هو نور لا تدن منه أي ظلمة وهو التجسيد للحق وهو أيضا التجسيد للمحبة وهو رمز للطهارة وطبعا المحبة الكاملة الذي لم يفعل خطية كامل ولا وجد في فمه مكر الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل رسالة بوترس الأولى إصحاح 2 لاحظ معي المسيح لم يقتل لم يأمر بقتل أي إنسان المسيح لم يعلم الكذب لأنه جاء لينقض أعمال إبليس لأن إبليس هو الكذاب وأبو الكذاب علم المسيح عدم الانتقام المسيح لم يشتهي امرأة ولم يزني كانت حياته كاملة علم عن الغفران والمسامحة وعدم الانتقام علم عن المحبة بل جسادها في شخصه المبارك علم عن قيمة النفس الحقيقية والمساواة بين الرجل والمرأة بين العبد والحر أيضا علم بل مارس حياة النعمة والرحمة وإن الدينونة لله في يوم الدينونة علم عن التواضع تعرفوا أحبائي مرة كان رايح لبلد سامري وأهل السامرة رفضوا دخول المسيح إلى بلدتهم مما أثار غضب يعقوب ويحنى ابناء زبدي أو كما سمهم المسيح ابني الرعد فلما رأى تلميذاء يسوع سأله قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا فالتفت يسوع لاحظ وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص وبعدين لما دخل يسوع المسيح إلى أورشاليم مكتوب ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا يعني كان شخصي معروف كان يعني ظنوا أن دخول سياسي كما فعلوا المكابيين لم يدخل على الخيل أو على الحصان لكنه ركب حمار لأنه وديع ومنصور كما يقول عنه الكتاب المقدس عادل ووديع فدخل متواضع لا ليطيح بالإمبراطورية الرومانية مع أن في قدرته أن يفعل هذا ولكن دخل لكي يقدم السلام ولعل أورشاليم ترجع إليه وتتوب كان وديع راكب على أتان وجحش ابن أتان تعرفوا حتى التلاميذ لما في آخر اللحظات كانوا بيتنافسوا على السلطة قال لهم ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين مش من أجل السلطة أو المناصب أو المراتب حتى في بستان جتسماني وبخ بطرس لأنه ضرب بالسيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة وقال رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف فبالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع أن أطلب من أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون ثم أنظر إلى أحداث الصلب كان صامتا غير مقاوم مكتوب عنه في إشعياء النبي ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشات تصاق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه حتى في وقت المحاكمة واحد من الشرط لطم يسوع المسيح وسأل يعني هل تكلمت رديا فاشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تضربني ومع كل هذا لم ينطقم ولم يقاوم عندما وقف أمام الحاكم بيلاتوس قال له مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكيلاء السلم إلى اليهود ولكن الآن ليست مملكتي منها هنا حتى يسوع المسيح وهو على الصليب طلب من الآب أن يغفر لصالبيه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون تخيل عم بيواجه موت الصليب صمرت يداه ورجلاه وعم بيغفر للأعداء اللي صلبوا على الصليب حتى وعلى الصليب غفر لللص التائب اللي كان بالأول يقاوم هذا اللص قال اذكرني يا رب ما تجئ في ملكوتك قال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس غفر لللص التائب على الصليب حتى لاحظ معي عندما قام يسوع المسيح منتصرا قام من الأموات ظافرا ومنتصرا لم ينتقم من الرغمان ولم ينتقم من اليهود بل أرسل التلاميذ لكي ينشروا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص رسالة المحبة ورسالة الغفران والمسامحة أيضا ففعلا يسوع هو مثالنا في هذا الموضوع ثم نأتي إلى التلاميذ تلاميذ يسوع المسيح لاحظوا معي عدة أمور وخلي في بالك إحنا في عدتنا الشرقية متأثرين في الديانات الشرقية التلاميذ تلاميذ المسيح لم يثوروا ضد الرمان رغم أشد العذابات والإضطهاد المرير ومع كل هذا لم نراهم يثوروا ثم نرى التلاميذ لم يقتلوا أحدهم الآخر ما في تلميذ كان بيغتال تلميذ آخر لم نرى التلاميذ يجمعون الأموال والخيل والنساء بل حياتهم شبيهة بالرب يسوع المسيح لم نرى أتباع يسوع المسيح يكفرون أحدهم الآخر لم نرى برسالتهم أي إرغام لقبول المسيح لم يستخدموا السيف ولم نرى انتقام للذين رفضوا المسيح كانوا يؤمنون مملكة المسيح مملكة روحية لم نرى رسالة التلاميذ مجرد فرائد قوانين بل تغيير معجز في حياة الإنسان إذ يولد الولادة من فوق الولادة الروحية بعمل إلهي خارج إذ ينتقل الإنسان المؤمن من الظلمة إلى النور من الموت إلى الحياة الحياة الجديدة الحياة الأبدية الحياة الفضلة في هذه الحياة الفياضة مليئة بالبركة والحياة الأبدية تبتدع حياة الله من خلال قبولك إلى الحياة الأبدية تعرف حبائي بل بالعكس نرى شاول الترسوس يتحول من إرهاب ديني إلى رسول المحبة والنعمة للجميع وفعل الخير تعرف حبائي إلى اليوم لا نرى أي إنسان آمن بيسوع المسيح إلا وتغيرت حياته مليئة بالمحبة بالسلام بالراحة بقوة حضور الله لا نرى الشتائم أو الحلفان أو الكذب أو ما شابه ذلك للعنف ولا القتل ولا الشهوة طبعا أنا لا أتكلم من الإنسان غير كامل لا معرضين لكل هذه الخطايا ومنخطيها ولكن أقول إنه حياة الإنسان تتغير بنعمة الله ولكن ما بتشوف واحد مؤمن حامل سيف أو حامل مسدس حتى يقتل شخص آخر يمكن تقول لي في ناس بالجيش وبالحروبات هذا موضوع تاني لكن المؤمنين بالمسيح بيتشبهوا بيسوع المسيح مرة تانية بكرر إنه المسيحية ليس في الشيء اسمه دولة مسيحية في شيء اسمه ملكوت الله ملكوت الله عندما تتوج المسيح ربا وملكا على الحياة والكيان وأيضا عندما تقبله مخلصا شخصيا لحياتك فتتغير تصبح حياتك سلام محبة فرح مسامحة وقبول الآخرين وليس العنف حياتك بتصير مرحة فرحة أمام الناس مش كئيبة ولا وحشية ولا افتراس ولا عنف ولا قتل هذه كلها صفات الشيطان فبولوس الرسول أو شاول تغير إلى بولوس وحتى يسوع يعني بيستخدم أنه بقول يقول أبغضوني بلا سبب فالعنف أحبائي ليس روح الكتاب ولا المسيح ولا حتى أتباع المسيح أو روح الإنجيل روح الإنجيل هو روح يسوع المسيح رسالة المسيح الاحترام والقبول والمساواة رسالة المسيح رسالة المحبة والسلام لا توجد أي حادثة عنف أو تنفيذ عنف لا في حياة يسوع ولا في حياة التلاميذ ولا الآباء الرسل الأولين ولا حتى ما بعدهم نفذ أي كلام عنف بل انتشرت المسيحية في كل الإمبراطورية الرومانية بدون سفك قطر الدم انتشرت المسيحية بدون سفك قطر الدم بل على النقيد أنه سفكت دماء الأبرياء وكما قال القديس ترتليانوس قال إن دم الشهداء هي بذرة الكنيسة ماتوا لأنهم آمنوا بالمسيح ماتوا لأنهم آمنوا بقيام أفضل ماتوا لأنهم أدركوا كل الإدراك أنه ليس بأحد غيره الخلاص ماتوا لأنه أدركوا أن الحياة هي مجرد انتقال بتغمض عينك بتفتح في الأبدية فالحياة الحاضر ما هي إلا خيمة يسميها الكتاب المقدس ظل عابر تجاه طبعا أو مقارنة بالأبدية لم نرى أي إنسان يستخدم العنف ولا كانوا يطمحون في المناصب أو الأمور العالمية فإذا واضح من هذا الأمور لا في الأقوال ولا في الأفعال لا في هوية أو شخصية يسوع ولا في حياة التلميذ ولا في حياة الرسل ولا الآباء ولا الكنيسة الأولى مارست العنف بل بالعكس كانوا يعني يسلموا لمن يقضي بعدل ابقوا معي أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا السؤال هل يدعو المسيح إلى العنف شفنا من تعليمه من حياة وحياة التلميذ مستحيل ثم يعني إذا تكلمنا على العنف الكتاب المقدس واضح جدا في سفر الخروج وصيط الله لا تقتل ووصيط الله أيضا تحب قريبك كنفسك والأجمل من هذا القانون الذهبي ليسوع المسيح في متى سبعة مكتوب فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء هذا هو القانون الذهبي ليسوع المسيح خليني أتكلم عن عدة ملحوظات العنف والقتل هي طبيعة الشيطان وهو كما وصف يسوع يعني ذاك كان قتالا للناس من البدء وبعدين ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب ثم أحباء شيء تاني العنف هي إرسالية الشيطان الصارق لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وطبعا لما يتكلم عن الصارق هنا بالمعنى الإرهابي لا يأتي إلا ليقتل ويذبح ويهلك هذه الصفة طبيعة الشيطان هو إرهابي يريد أن يهلك ولكن جاء المسيح ليدمر أعمال الشيطان ويحرر النفوس من قبضته الجهنمية العنف أحباء مصدر الشيطان فشو العنف؟ ليلحق الأضرار عن طريق سفك الدماء ولسيما في الحروب إنه حب السيطرة والتملك على الآخرين بواسطة العنف طبعا هذا العنف لنشر الفساد والبغضة والكرهية وحب الانتقام والتشفي والاعتداء على الآخرين الاعتداء على الأملاك والاعتداء على الأعراض في اسم الدين ولسيما اغتصاب السبايا أحبائي العنف أول شيء يولد عنف قال يسوع بطرس رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون بالسيف فبالسيف يهلكون ولاحظ منذ قديم الأيام ما في مملكة أو ديانة أو أي شيء تستخدم العنف وهذا رح نعمله حلقة في العهد القديم عن الآلهة القديمة آلهة كنعان والعنف والزنة والشهوة والأمور الشازة اللي كانت تتمارسها كيف أنه الله أمر بالقضاء لم تكن حروب دينية للاحتلال أو الامتلاك ولكن للقضاء على فساد هذه الشعوب ولكن سوف نخصص حلقة لهذا الموضوع فإذن العنف يولد عنف وهذا منشوفه إلى يومنا هذا كل بلد بتمارس العنف فيها فساد فيها فوضى عدم احترام القوانين عدم احترام الشخص عدم احترام النساء عدم احترام كل شيء تصبح شبه قوانين غابة ممكن تنفس قوانين ولكن القوانين بيد ناس عسكريين يستطيعون أن يخمدوا أي مقاومة لكن مش الحرية اللي بتخلي الإنسان يختار أي دين أو يغير هويته أو إذا يعني ترك الدين ما يكونش عنده رعب أو خوف من القتل لأنه ترك الدين الانتقام مش بس العنف يولد عنف الانتقام يولد انتقام إلى يومنا هذا حياتنا العربية شوف لما واحد بيتقتل شوف الثقر والانتقام ويستمر ويستمر هذا الانتقام يقول الكتاب كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير لا تجازوا أحد عن شر بشر لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب ليه نقمة أنا أجازي يقول الرب لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير روميا 12 شيء آخر إذا طبقنا القول عين بعين وسن بسن كما قال غاندي لأصبح كل العالم عميان العنف أحبائي يدمر الحضارات وينشر الفساد والفوضى القتل والعنف شيء مهم جدا ركز انتباهك هو احتقار لالله ليه لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله الأدبية طبعا والروحية مخلوق على صورة الله فالذي يمارس العنف هو احتقار لالله واحتقار للبشرية إن العنف باسم الدين ينسب لله ضعف ومزاجية يعني هذا الإله عصب وبيخلي أتباعه يقوم في في الوظيف لأنه هو إله ضعيف هذه صفة الشيطان أحباء العنف هو طبيعة الشيطان مش بس حتى في الكتاب المقدس يقول كل من يبغد أخاه فهو قاتل نفس وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه هذا هو مصير طبعا الزنا والقتل في جهنم النار فإذن أحبائي من خلال كل هذه الآيات تستطيع أن تستنتج أن حاشة أن ننسب إلى المسيح صفة العنف سيبك من هالموضوع هذا فيه ناس بتهاجم شخصية أو هوية المسيح على أشياء تانية ولكن العنف ما سمعنا إطلاقا أبدا شخص بيتهم المسيح بالعنف أنا متيقن خليني أكون إيجابي أنا متيقن عندما تقرأ سيرة حياة المسيح في الإنجيل المقدس على فكرة رح تخجل من نفسك عندما تكتشف وتصطدم بحقيقة المسيح اللي منعوك أنك تقرأ عنه اللي هو الطهارة والنقاوة والقداسة والكمال أيضا رح تخجل من نفسك سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا هل يدعو المسيح إلى العنف اسمع ما يقول الكتاب المنقل هو الذي قال أن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ثم مرتان يقول لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص فطبعا كتير من أحبائنا المشاهدين مش الكل البعض بيستخدموا آية خارجة عن سياق الحديث مثلا أما أعدائه هنا يسوع بيتكلم أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدام فلاحظت على الفيسبوك بيشرحوا وبيشرحوا ولكن بعيدوا الآية السؤال ليه ليه ما احنا قلنا هي شخصية المسيح كاملة بلا خطية ويه بتشوف يعني فرق دينية بتتجادل وبتتهم الآخر أو الديانة بتتهم الديانة بالعنف لما أنا صعقت أوكي احكي عن مين ما بدك بس عن يسوع شيء مضحك صعقت من هذا الأمر عندما أرى مثلا بعض من أحباء المسلمين يرمون مثلا هذه الآية أما أعدائي هذه الآية بدون أي مسئولية لمجرد ضرب الفريق الآخر هل فكرت في هذا الموضوع؟ فشايف من واجبي أن أشرح هذه الآية لعلها تلمس قلبك لتفهم روح وطبيعة وإرسالية المسيح وإرسالية الإنجيل فالسؤال الأول من قال هذه الآية؟ ولمن قالها؟ ولماذا قالها؟ وما هي الظروف التي قالها؟ ثم كيف فهمها المستمعين؟ يعني اللي بيسمعوا يسوع وكيف نفهمها نحن الآن؟ إذا قرأت هذه الآية موجودة في بشارة لوقة إصحاح 19 إذا قرأت إصحاح 19 من إنجيل لوقة ستجد الجواب بكل وضوح لوحدك بدون ما ترمي الآية فالسؤال ليه عاوز ترمي الآية بدون المحاسبة؟ بدون أي مسؤولية؟ طب فرضا رميت الآية تسجيتها على الشخص الآخر طب وإنت هل في قرارة نفسك مقتنع بهذا الشيء؟ من تحميه؟ عندما تلقي هذه الآية ثم السؤال ما هو سياق الحديث لهذه الآية؟ أولا أحبائي يعني في سياق الحديث أولا قالها الرب يسوع بفمه الطاهر لمين؟ لليهود المحيطين به حتى يوصل حقيقة هامة جدا هاي الآية أو هذا الفكر ذكروا في بلدة أريحة في أريحة بينما هو ذاهب للصليب أو للصلب في أورشاليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال هون الجواب لحاله لوحده لوحده بتشوف الجواب قالها في أريحة هو رايح للصلب إلى أورشاليم كان بيظنوا يعني بيفكروا أن ملكوت الله عتيد رح يظهر في الحال وهذا كان رد على السؤال أحبائي على هذا السؤال يعني لا نريد أن مثل هذا يملك علينا فالجواب أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوا بهم اذبحوهم قداما هنا قال المسيح ليصحح المفاهيم إن ملكوت الله ليس ماديا ولم يأتي ليطيح بالإمبراطورية الرومانية أو يؤسس مملكة أرضية بل الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا وقبوله مخلصا بناء على ما سيفعله في أورشاليم في عملية الصلب والقيامة أيضا شيء تاني ما قالوا يسوع انتبه عزيزي اللي بيرمي الآية مثل قال مثل والمثل عادة لتقريب المعنى مرة أخرى كان قريب من أورشاليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال شوف مؤتين بعيدين هذا عادة فقال مثل والمثل حتى يوضح حتى يقرب المعنى وهو قريب من أورشاليم وكانوا يفكروا أن ملكوت الله خلاص رح يظهر لأنه شافوا معجزات المسيح قدرة المسيح من يستطيع أن يقف أمام يسوع المسيح طبعا كانوا يسمعون يعني الناس المعاصرة كانوا يسمعون هذا عادة فقال مثل بكرر أنه اللي تكلم عنه يسوع مثل لأنه كان قريب من أورشاليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال في لوقة إصحاح 19 والآية 11 إذا أردت أنك تعرف أكتر خليني أخد مكالمة أو اتنين وبعدين بدي أرجع لأنه عاوز أشرح الآية الأخت مريم معانا على الهوى أهلا أخت مريم أهلا بك زي ما بنقول حتى البداية بتاعتنا سلام المسيح لأنه هو ملك السلام ويعطينا السلام عن صوتك أكتر يا مريم كنت بقول أن إله السلام يجب أن يجب أن يجبنا السلام المسيح هو السلام التهم بالعنف في المسيحية ده شيء بفرحة بالنسباني مضحك جدا لأنه كانت أكتر كتاب اتعرض لمحاولة النقد والتحليل بيحاولوا يجيبوه شمال بيحاولوا يجيبوه يمين صراحة محاولاتهم كلها بتصعب علي لأنه في الآخر بيضربوا الهواء لأنه مهما يلاقوا مش حيلقوا ولا حاجة الدين المسيحية بالعنف والآية الوحيدة اللي بيكلموا عنها زي مثلا لم قاتي لقلقي سلاما بل سيفا ده المسيح كان بيتنبأ على اللي حيحصل لنا إحنا اللي بنتبع المسيح صح وبالتالي بيتبعوا المسيح من خلفية أخرى طبعا أنت عابرة من الإسلام إلى المسيح بالضبط أنا عابرة الإسلام المسيح واللي خلاني انجذبت للمسيح وكل واحد ساب الإسلام سابوا بسبب أن المسيح هو دين السلام المسيح هو السلام هو السلام المتجسد على الأرض المسيح لما إحنا هون مسيح قدوتنا لو أي حد أنا بجد بدعو كل حد بيبحث ويشوف عايز يطمن ويتأكد أن المسيحية ملهاش أي علاقة بالعنف ابحث عن قائد المسيحية هو المسيح شوف حياته شوف المسيح نفسه لما تعرض أن هم كانوا عايزين يقبضوا عليه علشان يصببوه وجيه بطرس اللي هو واحد من أتباعه وتلاميذه حاول يدفع عنه بيخرج سيفه عشان يدفع عنه قال له يا بطرس رجع سيفك لمكانه لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون فده أول حاجة يعني اللي هو أكثر حاجة الواحد ممكن يفكر فيها أن يدفع عن نفسه بالعنف المسيح يعني قال للتلميذ بتاعه ما تعملش كده أنا مش عايزة بتعمل كده أنا حسلم نفسي وكمان في حاجة ثانية كمان فرقت معي جدا لما قردتها المسيح كان بيرسل تلاميذه اتنين اتنين علشان يبشروا في الكرة ففي قرية في السامرية رفضت البشارة فدقون التلميذين رحوا للمسيح وقالوله فحب أن احنا نصلي أن يرسل عليهم نار من السماء فتسميهم كما فعل إليه انتهرهم وقال لهم أنتم لستم تعلماء تعلماء من أي روح أنتم لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل يخلص العالم فعلى أي أساس يعني بيقولوا أن المسيحية يعني عندهم أتفضل عاوز أسألك مريم طب هو يعني هو فعلا الكتاب المقدس واضح جدا 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 مثل وضوح الشمس السؤال شو السبب أنه بعض من المسلمين بيستخدم أي ومش عاوز يتعب نفسه أنه يقرأ بس السياق يعني كل يعني الفقرة بيأخذها خارج عن السياق شو السبب لأنه هو ده يعني هو عايز يثبت أن مش أنا بس اللي وحش أنت وحشين كمان ومحدش فيهم بيكلف خطره لأنه ما عندوش يعني يعني ما عندوش أصلا أنا أنا بكلم على فكرة على الناس اللي هي بتحاول تهدم في المسيحية ودول بيبقوا قردي النواياهم معروفة خلاص لكن المسلم العادي اللي ما عندوش فكرة عن الكتاب المقدس هو حتى ما عندوش فكرة يجيبه من مين أو هو مرتاح في اللي هو فيه ما بيحاولش ينفكر فبيشكر ربنا من أجل برنامج زي برنامجك وبرامج كتير دلوقتي إنه هي بقت بتنشر أنا واحدة من الناس أنا كنت في المسبلة دي وما كنتش عارفة حاجة على فكرة كلمة مسبلة موجودة في كتاب المقدس شكرك يا رب لأنك أخرجتني من المسبلة وقاعدتني فسط أشراف شعبك أنا واحدة من الناس اللي فرق معايها السوشيال ميديا فرق معايها برامج زي برامج حضرتك وعشان كتبع عرفت النور الحقيقي أنا بانصح كل واحد بيبحث عن الحق يقرأ مثلا الموعيز على الجبل شاست بوجلت الموعيز على الجبل المسيح قال أحب أعدادكم وأحسنوا إنه مبغوديكم أكتر من كده سلام إيه ممكن نقوله ده حتى قال لهم يعني لو أنتوا حبيتوا الناس اللي بتحبوكم فرقتوا إيه عن الأشرار ما كل الأشرار بيحبوا اللي بيحبوهم لكن أنا عايبتوا تبغودي أبوكم اللي في السموات اللي بيشرك شمسه على الأشرار والأبرار أنتوا كمان حبوا اللي بيبغضوكم وحبوا أعداءكم ده معروفة حتى إلهي اللي هو بيطعو لمحبة الأعداء هو ده اللي قفح حني هو ده الإله الحقيقي اللي عايز الخير للبشر وليس الإلهي اللي يدعو للهدم والزبح والفكتير أخت مريم ربنا يباركك ربنا يباركك شكراً كتير كتير على المداخلة ربنا يحميك وربنا يباركك فعلاً يعني اللي قالته إنه يعني واضح وضوح الشمس في الكتاب المقدس شيء مهم جداً نعاوز أذكره لم نرى هو مش مجرد كلام احكي لبدكياته باستعال للفعل لم نرى أي حادثة لتنفيذ هذا الكلام الدبح مثلاً ولا التلميذ ولا الآباء الرسل ولا حتى ما بعدهم هذا الكلام المسيح قالوا مثل لا تستخدم هذه الآية فهي ليست معادلة للجهاد الإسلامي من الغزو والغرض الاعتناق الإسلام أو اعتناق الإسلام بالقوة انظر إلى يسوع في كلمته طبيعة المحبة حتى الرسول يحنى قال ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه شيء تاني لمين قال هذه الآية لليهود المسيح سيذهب ويتركهم ويطلب من التلميذ أن يتاجروا عم يعطي مثل الأمناء حتى كل واحد عنده وزنات أو مثل الوزنات كل واحد عنده وزنات ياخدها ويتاجر فيها يتاجر في الوزنات بالنسبة لليهود هو تنبأ سيرفضونهم ثم يتكلم للمعاصرين اللي عرفوا المضمون اللي عرفوا سياق الحديث خلينا نحكيها من ناحية ترخية المكان في أريحة في الطريق إلى أورشاليم ومعروف القصة معروفة لليهود فلما مات هيرودوس الكبير الأب توزعت مملكته على أولاده التلاتة فليبوس اللي هو الشمال أنتيبوس اللي وقف يسوع أمامه في المحاكمة واللي قطع رأس يحنى كان بيحكم الجليل وبرية يعني منطقة الأردن وأرخلاوس كان بيحكم منطقة اليهودية أرخلاوس كان شخصية صعبة جدا شخصية فازدة شخصية قاسية جدا ولأنه كعادة الرومان لازم يروحوا على روما يعطوا التقرير حتى يستلموا الحكم من أغسطس كان لازم يروح ويقابل أغسطس قيصر وهو في طريقه إلى أغسطس قيصر راح تبعث تانية من اليهود وراحوا لأغسطس قالوا نفس الكلام اللي في الإنجيل أن مثل هذا لا يملك علينا فطبعا أغسطس لا بالعكس عين أرخلاوس عشان أوضح لك مين أرخلاوس اللي في أيامه رجعت العيلة المقدسة من مصر يوسف ومريم والطفل يسوع وما راحوا على اليهودية لأنه أرخلاوس كان الشرير بيحكم منهاك راحوا للناصر لتتميم النبوة فإذن أغسطس رفض ورجع ولأنه كان فاسد قتل وذبح ناس كاتيرين لدرجة أنه حتى الحكومة الرومانية أقالته وبعد ما أقالته ابتدأ يحط حكام رومان ومنهم بلاطس اللي كان الحاكم الخامس في أيام صلب المسيح فالمسيح عم يتكلم على مثل ومعروف للناس في تلك الأيام لأنه قصر الخلاوس على فكرة بان قصر بنفس بجانب المكان اللي كان يتكلم منه يسوع فالناس عرفت القصة وعرفت أن الحادث أنه رأى على أورشاليم ملكوت الله عطيد أن يظهر في الحال فأعطى المثل المعروف المفهوم للناس في أيام المسيح ولكن المسيح طبعا بيتكلم عنه من ناحية روحية هم قالوا لا نريد أن هذا أنا مثل هذا يملك علينا فقال هذا المثل ففعلا يعني الحكومة الرومانية أقالت هذا الحاكم وحذر المسيح بهذا المثل أنه على وشك اليهود يفعلوا بمسيحهم الأمر عينه نفس الشيء لكن طبعا بالمعنى الروحي وهنا يتنبأ عن مصير الأمة ألم يقول الكتاب إلى خاصته جاءة وخاصته لم تقبله أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمهم عندما راجع الملك في المثل بيتكلم يسوع مثل كافأ الأمناء وهذا يمثل عودة المسيح ليكافئ المخلصين له وطبعا وزع بحسب اجتهاد العبيد هذه المكافأة أما أعدائه الجماعة التانيين اللي رفضوا وقاوم المسيح بشدة قال هاتوهم واذبحوهم قدام هنا المسيح يتنبأ عن هلاك الأمة عن خراب أورشليم اللي حل بهم من قبل الرومان في سنة سبعين ميلادي من ذبح وقتل ويعني ومن الانتقام من أورشليم كان يعني بسبب الثورات طيتوس انتقم يعني حب ادهب حتى قشطه عن الحجارة ما خلاش الإخضر واليابس ما خلاش حجر على حجر وتمت النبوه ودمر الهيكل وهم أيضا في المحاكمة قالوا دمه علينا وعلى أولادنا طبعا خلي بالك المثل بيتكلم عن الدينونة في مجيء الثاني دينونة الأشرار اللي رفضوا أن يملك عليهم يسوع المسيح وهذا رمز المثل هو رمز عن العقاب الأبدي في يوم الدينونة بعد نهاية العالم كل من رفض المسيح المسيح كان في طريقه إلى أورشليم بك على أورشليم وفعلا حاول يعطيها الفرصة الأخيرة كم مرة أردت أن أجمعك لأنك لم تعرف زمان افتقادك لم تعلم ما هو لسلامك رفضوا المسيح فرفضت أورشليم وتم العقاب وتم الدينونة أما الكنيسة فعليها أن تقدم المحاسبة على الوزنات وهنا حباء المحاسبة بحسب الأمانة وبحسب المحبة نعم في مكافآت والمكافآت تتنوع في حياة المؤمنين طبعا يعني بيتكلم عن مثل عبيد لكن المسيح لغى فكرة العبيد لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء أصدقاء ويبولوس الرسول قال لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودة ولا يناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع هل هذه الآيات تدعو إلى العنف؟ للأسف كل ما عليك اقرأ القصة كاملة المسيح استخدم هذه الآية حتى يوضح المثل فهذه حباء دليل أن المسيحية لا تستخدم العنف ولا القتل وما في عندنا شيء اسمه حد الردة من هذه الآية نستطيع أن نفهم أن يسوع هو الديان الرب الديان العادل كما يقول الكتاب المقدس وهذا من حقه كديان ليكافئ الأبرار وليدين ويعاقب الأشرار لأنه يجب كما يقول في كورونتوس الأولى 15 لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه يجب أن يملك وهنا لا يسعني إلا أن أوجه عدة أسئلة عدة أسئلة لإخوة المسلمين بكل محبة لماذا؟ أول شيء لماذا لا تقرأ كل النص في الكتاب وتكون مخلص بالبحث عن الحقيقة سؤال تاني ليه اتجهلت آي 11 فقال لهم مثلا أو كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال ليه؟ ليه اتجهلت هذه الآيات؟ لماذا لا تعترف أن الذبح لا يتمشى مع روح المسيح أو تعليمه أو حتى طبيعته؟ ثم لماذا في كل التاريخ لم نسمع أحدا يوجه هذا الاتهام مع أنهم وجهوا اتهمات عديدة مثل مذكرت أن المسيح يقدم رسالة العنف لم نرى هذا الشيء لا في تعليمه ولا في حياته لم نسمع من الحكماء ولا الأنبياء ولا العلماء حتى الأعداء والأصدقاء شاهدوا لتفوق وسمو ورفعة المسيح لماذا لا تقرأ سياق الحديث مع من كان يتكلم المسيح؟ ولماذا؟ لماذا فقط بعض المسلمين يريدوا أن يقللوا من شخصية المسيح ويلبسوه حلة أخرى؟ ثم ما هي المصلحة من هذا الاتهام؟ والسؤال الأصعب لماذا تتطاول على رب المجد الرب يسوع المسيح؟ ثم ماذا تخفي من وراء هذا الاتهام؟ هل تحاول مع كل احترامي ومحبتي أن تجمل من صورة الإسلام على حساب شخصية المسيح؟ طب ما الكتب واضحة كل شيء موجود أمامنا ثم السؤال المحير أكثر لماذا بعد تقديم كل الأدلة والأجوة برجع اليوم بتعاود الكرة لاستخدام نفس الآية ليست في مكانها شو السبب؟ ألا تعلم أنه خطر ودينونة رهيبة كل من يزيد على كلام الله أو كل من يحذف من كلام الله أو كل من يحرف من كلام الله ألا ترتعب أمام هذه الحقيقة أنك ستواجه الله الديان؟ وهل المسيح الكامل الذي غفر وأحب وعاش مثال صالح يفعل العنف مثل هذا؟ أنا أعلم في قرارة نفسك أنك تعلم هذه الحقيقة لربما بسبب الخوف تحاول بكل قدرتك أن تحرف كلام الله أخيرا أحبائي نحن أتباع المسيح نحبك ونقدم لك رسالة الخلاص رسالة النور رسالة الحياة لكي تنجو من الدينونة الرهيبة الآتية على العالم خليني أخد كمان مكالمة أهلا وسهلا أخت رواء انت معانا على الهوى تفضلي سلام ونعمة المسيح تملأ قلوبكم أخ نزار أهلا وسهلا أخت رواء سؤالي هل يدعو المسيح إلى العنف؟ طبعا لا عندي بعض الأسئلة أحاب أسألها للضيف اللي عندكم أريد أن أتعلمكم أين توجد البراهين أن المسيح يدعو إلى العنف السؤال الثاني أينما يؤيد في الإنجيل الدعوة إلى الخصام الحسد الغيرة التحذب الانقسام السؤال الثالث متى انتشرت المسيحية؟ سؤالي الرابع هل يوجد في تعاليم المسيح ما يدعو إلى العنف هذه المواقف التالية الخصام بين الزوج والزوجة الثورات الشعبية ضد الحكام؟ الله اصدقاء في الأماكن العامة وشكرا شكرا جزيلا وأنا بتمنى يعني كل واحد بيشاهد هذه الحلقة يجيب على هذه الأسئلة المهمة شكرا جزيلا أختي عاوز يعني أقول أن المسيح جاء مخلصا وفاديا للبشر لأنه أحب العالم لكن إن رفضت أن المسيح يملك على حياتك طبعا يوم من الأيام ستواجهه كالديام وعيناه كلهيب نار للقضاء هاي رسالة حتى التوب وترجع للرب التوب عن خطياك وترجع للرب اللي ضحى نفسه من أجلك هذا الوقت لتؤمن بالرب يسوع لتنالي الحياة الأبدية والهرب من دينونة الله قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة لكن اعرف بكل وضوح إذا رفضت المسيح كمخلص أفادي سوف تواجهه كديام وطبعا مخيف هو المقوع في يدي الله الحي أو كما يقول في سفر رؤية لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب يعني تذخر بتحوش بتجمع تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابة طبعا في دينونه وهي الدينون اللي بيحكي عنها في آخر الأيام رح تكون أمام المسيح ورح تهلك إلى أبد الآبدين في جهنم النار إذا رفضت يسوع المسيح فهي دعوة إلى الحياة دعوة لقبول المسيح دعوة لتتغير يعني ألا تستطيع أن تأخذ خمسة دقائق لتقرأ إصحاح كامل حتى ترى ماذا يتكلم الكتاب المقدس عن يسوع المسيح وهل تؤذي نفسك وتقضي أبدية في جهنم النار بس مجرد ترمي آيات أو كلمات بدون المعنى وبدون أن تتحقق بها نفسك أم مجرد أنك تسمع كلمات وكلمات بدون أن تتعب نفسك لأن تبحث ولكن أشكر الله أن الملايين اللي بحثوا وآمنوا وتغيروا وفعلا يعني الآية اللي ما حكيت عنها أنه هذا وسيف الانقسام يعني في نفس البيت حتى يعني أهلك أعداءك يصبحوا لأنه بحاولوا يتخلصوا منك بحاولوا يقول لك لأنك أنت غيرت دينك أو أنت بالأحرى وجدت الحياة فهذا هو فالبيت يقوم على بعضه الكن على الحما والاب الإبن على أبوه والحما على الكن وهكذا يعني وهذا مثل على فكرة مثل معروف في عند الربيين اليهود وأنا رح أشرح عنه على الفيسبوك أوضع عن هذا القول اللي تكلمه يسوع المسيح نعم الإيمان بيسوع المسيح ستواجه الاضطهاد وستواجه الصراع والمسيح لم يعد بطريق مفرش بالورود المسيح وعد بالحياة الأبدية ووعد بالمكافآت ولهذا السبب العديد من أحبائنا الذين يؤمنون بالمسيح يواجهون شتى العذابات والاضطهادات والسؤال هل رأيتهم يقاومون هل وجدتهم يحملون السيف للدفاع عن أنفسهم ألا يثير هذا التساؤل في ذهنك أن تسأل من هو هذا يسوع المسيح اللي تخليك ترك على إجريك وتؤمن به ربا ومخلصا على حياتك أصلي من كل قلبي أسرع طريق للوصول إلى يسوع هو الآن بكل بساطة قل له ارحمني أنا الخاطئ سامحني على كل خطية على كل جهل على كل عدم إدراك وأدعوك الآن بالإيمان حتى تكون ربي وملكي أملكك علي الآن ملك وتكون مخلص على حياتي وأشكرك من أجل الحياة الأبدية بصلي من كل قلبي أنك طلبت يسوع بحب أسمع منك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة